السلام عليكم ورحمة الله كيفية الحال يا شباب ارجونا لكم مقطع جديد مقطعنا اليوم تعودين عليك كل فجر خميس تجديد السوق الاسبوع طبعا زي ما احنا شايفين امامنا في النيوز ميثيك ستورم كينج اكيد لهو القضاء على وحش ملك العاصفة راح تنزلك منه هاي الاسلحة طبعا كل الاسبوع راح يكون سلاح من بين هاي الاسلحة اللي راح تنزل معانا وكل سلاح له قوة خاصة فيه فالا الان مش قادر افوت العب المهمة بسبب انه بالبداية بث اخبار وهي معانا تجديد السوق الاسبوع طبعا هون عنا اللي هو المهمات اللي نزلون لنا اياها اللي هي مهمات الزنازين طبعا جدا رائعة نظام لعب جديد اشي اسطوري للزومبي حتى نظام الهيلث نظام الاسلحة كيف توزيحها جدا جدا رهيب ورائع وجميل جدا طبعا هون البلاك بلايد اكيد التغى من السوق موجود معانا سلاح الجديد الاس ام جي اللي ذكرنا لكم ياه في الاخبار فكمان في شغلة اكيد راح الكل يسألنا فيها بكثرة زورو كيف نلعب مهمة اللي هو الاسلحة الميثيك لستورم كينج لازم تكون موصلة وين وذا كنتم موصلة وين عشان تفتع عندك المهمة لازم تقضي على اثنين ايبك مينيبوس اللي هو مية واربعين لما تيجي تقتلهم راح تفتح عندك هاي المهمة وتقدر تفوت تلعبها واكيد التوفيق للجميع ان شاء الله اكيد راح نشوف اسرع طريقة واسهل طريقة اللي نقدر نحصل علىها طبعا بالنسبة لمهمات حدث الزنازين اللي هو انا موصل للمنطقة الثالثة طبعا انت بتقدر بتلعبها باور عالي بدك باور متوسط باور ضعيف فهذا الشي بيرجع لك فاذا انت كنت مستعج لك تخلصه بسرعة بتفوت باور اللي هو باور ثمانية وثمانية اذا كنت حابب تستمتع بتفوت اللي هو باور مية واربعين عشان تستمتع صراحة متعتها تلعبها باور عالي التيم معك واحد يظلوا الكل يموت يرجعوا يرسبنوا صراحة بتستمتع فيها جدا وطبعا بالنسبة للكوستات تبعتها يعني ما بنقدر اللي هو نحكي لكم شرح لالها لانه كل اياتها وانت قاعد بتلعب بتكون تنحل معاك يعني وايزي جدا بتلاقي حالك طول ما انت قاعد بتلعبها بتخلصها بكل سهولة طبعا عنا هون اللي هو الصور او الشخصيات اللي هي لان لعبة اللي هي مكينات بتفوت على مدينة سيتي راح تلاقي مكينات مطلوب منك هون خمسة وهون مطلوب منك خمسة انا ملاقي واحدة فسهل جدا بتفوت على المدينة اللي كلها عماية راح تلاقوا اللي هي المحلات اللي فيها اركيد بتلاقوها وبتحلوا المهمة بكل سهولة جدا خلينا ننتقل على طبعا دائما حبايبنا بنحب نذكركم في كود الايتم شوب اذا حابين تدعمونا اللي هو كودنا اكيد كلياتكم بتعرفوا اللي هو كودنا الدعم اللي هو اكس تسعين خلينا نحط الكود هذا هو الكود اكس تسعين طبعا لكل واحد حاب يدعمنا وشكرا لكل شخص بيدعمنا ولكل واحد حط الكود من بداية قناتنا او من يوم ما نزل الى هذا اليوم فالدعم نازل عاذر الجميل لانه مدارس واكيد لكل مصحوب منه السوني لكن بتشكر كل واحد بيفتح وبيحط هذا الكود لانه هذا دعمكم لانه بيستمر للافضل وللاحسن فخلينا ننتقل على الايتم طبعا الايتم اكيد كل الشغلات الموجودة هون اتكلمنا عليها وعدناها اكثر من مرة فمننتقل على ونشوف اللي موجود معنا اللي هو يعني احنا كنا نفكرينه بستل صراحة طلع سلاح واكيد راح تكون الى التجارب طبعا بالنسبة للمتابعين اللي بيحكوا زورو انت مبطل تنزل زي اول اول باول كنا زمان ننزل اول باول وبسرعة لانه كان في محتويات كثيرة عشان نقدر نلحق نغطي المحتوى لكن هسا المحتوى صار يقول اذا بدنا ننزل بطريقة سريعة المحتوى راح يخف عنا فيعني اخريتنا راح ننزل اول في اول فيعني الشغلة مو بالسرعة للشاطر اللي بنزل اول هو الشاطر يعني الشغلة انه يكون عنا محتوى في القناة عشان ما تملوا يعني ننزل كل محتوانا بيومين ثلاثة بعدين تقعدوا باقي الشهر ما في اي محتوى عنا فعشان هيك ما نحاول نقسم المحتوى عنا يعني باقية الشهر يعني او ينزل ما انتم عارفين السيزن مددوه لشهر اثنين فاذا بدي ننزل خلال يومين ثلاثة كل اشي خلاص ما ظلش في عندي محتوى لشهر اثنين ما بقدر ننزل اي مقطع فيديو عشان هيك منحاول انه نمدد الوقت عشان يعني والتجارب عشان يكون معانا محتوى دائما وما تملوا فهذا هو المسدس بسعر الف وستمائة وثمانين فاكيد هنشتري دائما اي اشي بنزل معاك في السوق اشتري لانه اذا راح بالدعاء بين ما يرجع فترة طويل موجود عندنا هذا الناشر الناشر طبعا ما بنصحكم فيه اذا ما عندك ياب تشتريه وتحطه في الكلكشن عندنا فخ الشوك للتبطي اذا ما عندك ياب تقدر تشتريه وصير عندك اذا ما عندك ياب تشتريه وتحطه في الكلكشن عندنا اللي هو البركات الذهبية لتطوير الهيرو والاشياء الثامن لذهبية عن طريق الفلكس طبعا اكيد الفلكسات دائما من الاشياء المهمة اللي بحب دائما اشتريها وتكون عندي لانه الا ما يجيك يوم مثلا يجيك مثلا تحضق خايز فيه خلص مش محصل غير سلاح هيرو تقدر تطوره وعندنا هون الخزنات طبعا الخزنات بتحب دائما انبهكم ايش استخدامها للناس للجهات خصوصا اللي هي عندنا هون الف وستمائة وسبعة وتسعين مخطط انا حاليا شايلهم من جميع كل اشي من هيرو اسلحة افخاق من ديفندر من سيرفاير كل ياتو بقدر اشيل الفين وخمس وعشرين فلو رحنا على الايتم شوب وروحنا اشترينا الخزنات كاملة راح اللي هو تزيد عندنا مساحة الانفنتوري عشرة فلو رحنا على الهو الانفنتوري على السيماتيك راح نلاقيها صارت عندنا الفين وخمس وثلاثين هذا بالنسبة للقفل اذا طلع عندك ومش عارف تشير عندنا هون الكونستركتر اللي هو تانك بني تمتاز بهارد وير دامج سبعتاش في المية وذا كانت اساسية خمسين في المية من الشخصيات جدا ممتازة مع المطارق ومننصحكم فيها بسعر الف جولد واذا كان يعني ما عندك يا ومش بحصلها باللون الذهبي بتقدر عن طريق الفلكسات اطورها من ابك الى الذهبي طبعا هون عنا يعني هذا السلاح من صراحة جدا عادي ومش مستاهل انك تشتريه اذا ما عندك تشتريه بتحطه في الكلكشن هاي العصائي برضو نفس الاشي للناس اللي بختمين اللعبي بيشتروهم بيكسروهم بياخدوا الملفات الصفرة منهم او للناس المبتدئين لزيادة البور عندهم عندنا هون موارد تطوير بيوردروب لايتنك ستورم والآي عندنا الفلكسات الابك لتطوير الشخصيات من اللي هو من ازرق لابك فبكون عندنا عندنا البركات الزرقة كمان وتطوير الافخاخ والاسلحة من برك الاخضر لازرق وعندنا الفلكسات اللي هو الزرقة لتطوير مثلا هذا الهيرو من اخضر لازرق اللي هو عندنا اللي هي الكون ساكتور هاربر يعني منعرفها اللي هي بديكول كولدان 17% وذا كانت السي 43 في المية طبعا هاربر كانت معروفة من الشخصيات جدا زمان باللي هو الديكوي تبحها لما تيجي ترميه او ديكوي تبحها الرجل قال لما ترميه كان جدا قوي ويوخذ وقت معها لكن هسا حاليا قلبوها للكولداون اللي يخفف مدة شحن الديكوي تبحها فمننتقل على الاشياء الثانية عندنا البركات الخضر لتطوير الاسلحة والافخاخ من برك الابيض للاخضر وعندنا المفكات لتطوير الاسلحة يعني من يعني طور نغير بركاتها للبرك اللي بالدكية فالهون يعني بكون وصلنا نهاية مقطعنا اكيد يعني من الاشياء المهمة المثكات الموجودة معانا في الايفنت ايتمز اشتروها والهيرو الموجود هون بالايفنت ايتمز من احداث يعني اجت معانا وراحت وكانت بكوستات وصارت متاحة معانا بالايفنت ايتمز لازم ما توفروهم ويكونوا عندكم طبعا بالنسبة لها هذولا اكيد موجودين عندي عشان هيك انا ما مشتريهم فلا هون بكون وصلنا نهاية مقطعنا يعطيكم الف الف عافية مشوفكم مقاطعة جديدة واكيد ببثوث هسا حاليا مع هالحماس الحلو مع وحش العاصفة يعطيكم الف عافية ومنشوفكم في مقاطعة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة